ثانية متعلقة بمنتخبنا الوطني وأنا مبارح بقول لحضراتكم حلقة الكابتن أحمد شبير مع حسين الشحات كان حلقة فيها تفاصيل عظيمة جداً على المستوى الخبري وعلى مستوى الموضوعات وعلى مستوى المدخلات واسمعنا نجوم كبيرة جداً من اللعبي النادي الأهلي شاركوا فيه برنامج حارس الأهلي مع الكابتن أحمد شبير والكابتن حسين الشحات ولكن أنا النقطة اللي اتلعت بيها من تصرحات حسين فيما يتعلق بالمنتخب إن حسين وصل لمرحلة كان بيفقر في احتزال اللعبة الدولي ولكن إن شاء الله بإذن الله هيكمل الفترة اللي جاية وطبعاً ده نتيجة إن المنتخب بيعمل كزم وعسكرات وكزم وباريات ما بينضمش فيه حسين طب أنا عايز أفقر بس الكابتن حسين حسين بحاجة مهمة جداً والأمر على فكرة برضو ليه علاقة بحسين وإمام عشور لأن حتى إمام عشور مبارح لما تكلم مع الكابتن أحمد شبير في البرنامج شرح تفاصيل كتيرة تتعلق به هو كلعيب ليه دايماً الناس بتقول لما بتعور مش عايز يلعب للمنتخب وأنا انبارح انتقاط إيهاب الكومي عضو اتحاد الكورى على التصريحات الغير مسؤولة اللي اتقلت في حق إمام عشور واللي كلنا تأكدنا إن إمام عشور مصاب وهيغيب لمدة إزموعة وعلى ما يرجع للتدريبات مش قبل المجمعة أو السبت اللي جاي طيب إيه النقطة اللي عايز أفكر بها الكابتن حسين أول نقطة اللي عايز أفكر بها الكابتن حسين كابتن حسين أنا فاكر تصريحات ليه قبل كده لما كان ري فيتوريا مدير فن منتخبنا الوطني وكان منتخبنا بلعب مباراة مع جيبوتي بعد المباراة حسيني الشحات وإمام عشور وطريح حامد ما استكملوش التدريبات اللي كانت بعد المباراة وري فيتوريا خد قرار باستبعاد الثلاثة وحتى بعدها على طول طريح حامد أعلن اعتزاله طلع الكابتن حسين حسين انتقد ري فيتوريا في قراره أنا بس بعقد مقارنة ما بين التصريحات والقرارات مش دفاعا عن حسين أو إمام عشور ولكن دي للتاريخ عشان لما حد يطلع يتكلم على واحد من لعيب النادي الأهلي ياما يتكلم بالوقائع وبالتاريخ صح ياما ما يتكلمش أحسن عشان ما نعملش بالبلع الفاضي وقتها الكابتن حسين انتقد ري فيتوريا على استبعاد حسين الشحات وإمام عشور وطريح حامد وقال إن حتى لو اللعيبة أخطأت إن ري فيتوريا محطش نظام بدليل إن خاد أحمد فاتوح ومحمد صبح والتي نعمل ضم مشاكل مع نادي الزمالي ده كان رأيي كابتن حسين هو قاعد في الستوديو طب لما نزل الملعب عنده نفس المشكلة ما خادش حسين الشحات ولا إمام عشور هل بسبب مشكلة؟ محدش عارف كابتن حسين ما وضح كابتن حسين ما وضحش هل بسبب موضوع تانية أو أزمة تانية؟ محدش يعرف ولكن لما تعمل سياق أو مقارنة على التصريحات وإنت في الستوديو والتصريحات وإنت على كرس المدير الفني هتلاقي قرار مختلف ليه؟ الإجابة عند كابتن حسين حسين ولكن حسين أكيد هيكمل في مشواره الدولي حسين لاعب مهم جدا سواء للأهل أو منتخبنا الوطني نفس الأمر لإمام عشور لاعب لا غنى عنه للأهل أو لمنتخبنا الوطني فأتمنى لما حد يصرح بمعلومات ينفذ تصرحاته لما بيبقى موجود على كرس المسئولية وأكيد أرفت حضراتكم دلوقتي موقف حسين وإصابته وموقف إمام عشور وإصابته ولكن أنا أمبرح أكدت لحضراتكم إن من أول لحظة الجهاز الطبي للمنتخب لما سأل الجهاز الطبي للأهلي سأل بس على رامي ربيع وبالتالي القرار كان معروف مبكرا إن لا حسين موجود ولا إمام عشور موجود لو كابتن حسين حسين رجل لتصرحاته السابقة اللي انتقد فيها ري في توريا أعتقد دلوقتي أول قرار ليه؟ اللي قاله هينفزه واللي قاله كان إيه؟ أضم اللعيبة حتى لو أخطأت طب أنت أصلا في سياق اللعيبة ما أخطأتش طب ما بتنضمش ليه؟ أكيد لازم يكون فيه وضوح في الرؤية من الجهاز الفني للمنتخب الوطن النهاردة مصطفى محمد هنضم للمعسكر وكمان عمر مرموش مقصر الدنيا في ألمانيا مبسوطين لما يكون عندك اتنين مقصرين الدنيا صلاح في الدور الإنجليزي وعمر مرموش في الدور الألماني يا سلام بلو عندنا كمان لعيد تالت ورابع هتبقى حاجة عظيمة جدا نتمنى لهم التوفيق في الفترة اللي جايه نهاردة ساعة تمانية منتخبنا الوطني للشباب بقيارة الكابتن أحمد الكاس عنده مباراة صعبة جدا مع المغرب في التصفيات الإفريقية تحت 17 رسنة وعايز أقول لكم في هذه الأثناء ولا معاكم في مباراة بين تونس والجزائر وبيدير على فكرة الحكم الدولي الكابتن محمود ناجي